اكد معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ارتكز على مبادئ وأسس وضعت بصلحة المواطن في المقام الأول رغم التحديات وظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات أهمها انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية مشيرا معاليه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ كافة خططها وبرامجها التنموية وضعت مصلحة المواطن نصب عينيها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية جاء ذلك لدى لقاء معاليه عن بعد رؤساء تحرير الصحف المحلية حيث أطلعهم معاليه على أبرز بنور الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2021-2022 وما طرأ عليها من تعديلات هامة جاءت نتيجة التوافقات التي توصلت إليها السلطتان التنفيذية والتشريعية منويا معاليه بالتعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة وأضح معاليه لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن تعديلات بنور الميزانية العامة قد وضعت على قائمة أولوياتها كل ما يصب في صالح المواطن عبر زيادة بند الرعاية الاجتماعية واستمرار تقديم دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول إلى جانب زيادة مخصصات وميزانية عدد من القطاعات ذات الأهمية لتشمل مشاريع الصحة والتعليم والبنى التحتية وقطاع الشباب والإعلام لفتاً معاليه إلى أن العمل قائم ومستمر لتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وتطويرها في كافة القطاعات إلى جانب خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يسهم في تحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة كافة الجهود الوطنية والعمل بكل كفاءة واقتدار عبر فريق البحرين الواحد الذي يعد نموذجاً يحتذا به لمواصلة التقدم بكل خطاً ثابتة بما يعود بالخير والنماء لصالح الوطن والمواطن مثمناً معاليه الدورة الهام والحيوية الذي تطلع به الصحف المحلية باعتبارها شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر